والزمالك دلوقتي بقى وانت راجل اللعبت مع الزمالك دايما في ظروف صعبة وكلها في افضل الاحوال لعبت الزمالك دلوقتي مفرود تعمل ايه؟ في الظروف الصعبة دي الي هحنا كلها مععترفين بيها مععترفين اللعبت الزمالك بيتو واجه زروف صعبة الجهاز الفان بيواجه زروف صعبة النادي بشكل عم بيواجه زروف صعبة هتتعاملوا ازاي مع الوضع ز교? أنا أنت أبحث عنه كابتن كريم أنا عاوز أتكلم أول حاجة عن الانتخابات فضل يعني الانتخابات إن شاء الله بإذن الله هتبقى قريبة أنا عاوز اللي جاي واللي الناس تنتخبه يبقى هو اللي جاي ده عارف اللي انت فيه مشاكل في نادي الزمالي الله ينور عليك ما تجيش تجي تقولي أنا فيه مشاكل وأنا اتفاجئت وفيه ديون وفيه الكلام ده لا أو أي حد ماشي في الشارع عارف مشاكل الزمالي من الألف للي ما أنت مجيش بقى أولي ما تجي تمسك وربنا يكريمك وتنجح واللال كلام ده والناس كلها تدعمك تقولي انت ليه لا ده فيه ديون وفيه مشاكل قبل ما تجي تقولي أنا مش عارف إيه يا معنى انت عايز تيجي يعني معاك حلول الكلام عندك حلول الكلام ده معاك شو حلول ما تخشش تسيبي الدينية بقى للدوولة تدخل حد يتدخل إنما مجيش أولي ما تبقى فرحان بالكرسي تيجي تقول لنا لا والله ده في مشاكل ده عليها ديون وعليها 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 اللي بيحب نادي الزمالك يا جماعة لازم يكون عارف مشاكله قبل ما يخش مظبوط ده على مستوى الإدارة على مستوى اللعيبة مفيش لعيب في مصر يا كابتن يقدر يلعب في مشاكل كتير جدا مفيش لعيب بيبقى عليه ضغوط يقدر يلعب بس في لعيب لازم يكون خاف على اسمك خاف على اسم جمهورك انت لازم تذكر على دية هي كلها شخصيات انا من النهاردة شخصيتي غير شخصيتي كابتن كريم غير انا واحد من الناس لو انا موجود دلوقتي في نادي الزمالك لا انا ولا هبص بقى لفلوس ولا هبص الحاجة انا هبص الاسمي وابص الاسم نادي الزمالك وامور نادي الزمالك اللي انا لازم اقاتل عشان ما يبقاش منظري كده في نادي الزمالك ليه في لعيبة كتير مأصرة في حق نفسها قبل ما يكون مأصرة في حق نادي الزمالك انا واحد من الناس والله لو اكون متوجد دلوقتي أنا لازم أقتل على كل كورة لازم أطلع من الملعب ده كذبان التلاتة بنت دول حاجة مهمة جدا أنت في بداية دوري يعني الحمد لله إحنا عندنا لعبة خبرات جدا عندنا لعبة يعني عندنا شكبال حاجة ما شاء الله وتربط عليك كواسك بجمهور نادي الزمالي عندك عبشاف الحمد لله رجع عندك لعبة كتير أنا مش عاوزه أبوينش وفتوح وزيزو كلام ده إنما جماعة دنتوا فرقة جامدة جدا وفرقة أسماء كويسة جدا بس الكورة ما بتعرفش بالأسماء بتعرف بالعطاء أنت النهاردة هتقاتل هتاخد التلاتة بنت يعني أنا عجبني نادي الزمالي الشوت التاني في مباراة بيرامز يعني أنت لو لعبتك كده كله مطش انسى الشوت الأولاني ده أنت بقى لك مطشين الشوت التاني بتقدي بشكل كويس ده غريبة قوي أنا مش فهمها طب ليه أنت ما بتقديبش من أول مطش كده ليه جماعة بتحسوش بالجمهور اللي هو بيجي بيحارب عليكو وبيجي في قراءكو في كل حتة يعني أن الجمهور بصراحة أنا بشكره جدا جدا اللي هو بيدعم الفرقة طول الوقت في ظل الظروف دي وبنت اسمع بقى تريأة ده أو فيياء لا يا جماعة مش منفرغ جماعة حب نادي الزمالك دوت كل جمهور بيحب فرقته هو ما تتريأوش اللي الجمهور نادي الزمالك بيحب فرقته لا أنا شايف يا جماعة يا لعيبة اللي موجودة أنتو لازم تخافوا على جمهوركو وتخافوا على اسم ناديكو وتخافوا على اسمك أنا انسى الفلوس دلوقتي انسى كل حاجة دلوقتي أنت بداية موسم لازم تجمع فيه بناطة كويسة عشان تقدر اللي أنت ترتاح بعد كده صحيح